مشاهلين دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع ليندا تفضليا ليندا شكرا هدير التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأنروا الاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين جاء ذلك خلال استقبلي فليب لاتزاريني وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وخلال اللقاء أشر الرئيس السيسي إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأنروا كما شدد الرئيس على استعداد مصر المساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة أعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة كاب 27 في شرم الشيخ جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للسكرتير التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتراشا إسبينوزا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على سعي مصر للبناء على ما تم إنجزه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحجد التمويل الدولي الضروري لذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزير البترول لمتابعة موقف توفر المواد البترولية بالأسواق المحلية في ظل الأزمة الراهنة كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة والحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ومن بينها المواد البترولية في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية على مختلف الأصعدة لا سيما في المجالات الاقتصادية وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الاعتداء الذي استهدف مدينة أربيل هو تعد على أمن الشعب مشددا على أن القوات الأمنية ستحقق في الهجوم وكان جهاز مكافحة الإرهاب بأقليم كردستان العراقي قد أعلن استهداف أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا من خارج البلاد وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أن الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في المدينة مضيفا أنه لا توجد خسائر بالأرواح قصفت القوات الروسية قاعدة جوية في منطقة الفيفا في غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا والتي كانت بعيدة نسبية عن النزاع حتى الآن على ما أفادت به السلطات المحلية وقالت الإدارة المحلية في الفيفا في بيان إن القوات الروسية شنت ضربة جوية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن القوات الروسية أطلقت ثمانية صواريخ حذر الرئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي القوات الروسية من أنها ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كياذا وقال زيلنسكي إن بعض البلدات الصغيرة لم يعد لها وجود في الأسبوع الثالث من الهجمات الروسية التي تعدل أكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية كما اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب العاصمة الكياذ سجلت الصين ثلاثة ألاف وثلاثمائة وثلاثا وتسعين إصابة جديدة بكورونا بحسب لجنة الصحة الوطنية وذلك في وقت تواجه البلاد أخطر تفشن الفيروس منذ عامين وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كل أنحاء البلاد أغلقت السلطات المدارس في شانجهاي وفرضت أيضا حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية في وقت تعمل نحو تسعة عشرة مقاطعة على احتواء بؤر تفشن محلية للمتحورين أوميكرون ودلتا نهاية موجزة التسعنة والاستكمال باقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل